دلوقتي مشاهدين معاد مجز لهم الأخبار مع دينا تفضل يا دين وشكرك محمد التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جيرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى أوجه رئيس عبدالفتاح سيسي بالتنصيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لضماني توافر السلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها تلبية لاحتياجات المواطنين لسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم جاء ذلك خلال اجتماع رئيس سيسي مع وزيري المالية والتجارة والصناعة بحضور رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الخطوات التنفيذية المتخذة لتوفير السلع الأساسية بالسوق المحلية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم عرض أهم الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة التجارة الخارجية للسلع الأساسية وذلك في ظل تداعيات الاقتصادية العالمية مع التأكيد على التأثير الإيجابي لهذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار في متوسط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلية وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلة لموارد مصر من البترول والغاز الطبيعية وكذلك الانتهاء من مختلف المشروعات الصناعية في قطاع البترول بهدف الحد من الاستيراد وتوفير المنتجات البترولية عالية الجودة وذلك إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للخامات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلي في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية وصرح المتحدث باسم لئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أنشطة قطاع البترول على مستوى الجمهورية خاصة في مجال التنقيب والبحث والاستكشاف للبترول والغاز الطبيعي قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قررت تخفيف عدد من قيود مواجهة فيروس كورونها وفي مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد خلال شهر رمضان كما وفقت اللجنة على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان وكذا مد موعيد غلق المحال والمطاعم والمقهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحا كما تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفندق مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وذلك بداية من شهر إبريل المقبل أكد الرئيس الأوكراني فلودامير زيلينيسكي أن قضية حياد أوكرانيا التي تشكل أحد البنود المركزية في المفاوضات مع روسيا لإنهاء النزاع يتم دراستها بعمق وقال زيلينيسكي أن أحد بنود المفاوضات يتناول ضمانات الأمنية والحياد وأن أوكرانيا مستعدة للقبول بهذه الضمانات وأكد زيلينيسكي أن أي اتفاق بين الجانبين يجب أن تصادق عليه برلمانات الدول الضامنة وأنه سيتم عرضه على الاستفتاء تعاحد المستشار المعني أولف شولتس باتخاذ إجراءات دراماتيكية إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا وأكد شولتس أن استخدام الأسلحة البيولوجية أو الكيميائية يجب أن لا يحدث مشيرا إلى أنه بحث هذه المسألة في محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشدد المستشار الألماني على أن استخدام الأسلحة البيولوجية من شأنه أن يترطب عليه عواقب وخيمة مشيرا إلى أن ألمانيا تفعل كل ما بوسعيها لمساعدة أوكرانيا اتهمت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أرينا فيرتشوك روسيا بارتكاب أفعال غير مسؤولة حول محطة تشيرنبل لتوليد الكهرباء والتي يمكن أن تؤدي إلى إطلاق إشاعات عبر معظم أنحاء أوروبا وحثت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني الأمم المتحدة على إفادة بعثة لمحطة تشيرنبل لتقييم المخاطر مشيرة إلى أن قوات الروسية تعمل على إطفاء طابع عسكري على المنطقة المحضورة حول المحطة التي شهدت أسوأ حادث نووي مدني في العالم عام 1986 فاز الممثل الأمريكي الأصامة رايك كوتسور بالجائزة أوسكر لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم كودا كما فازت أريانا ديبوز بجائزة أوسكر أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في الفيلم الموسيقي الكلاسيكي وستسايد ستوري قصة الحي الغربية كما فاز الفيلم The Drive My Car للياباني ريسوكي هامو جوشي بأسكر أفضل فيلم دولي ورياضيا وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى العاصمة السنغالية داكار ويستعد الفراعين لمواجهة السنغال لغدا الثلاثاء في إياب المرحلة الفاصلة بتصفيات مؤهلة لكأس العالم 2022 وكان منتخب مصر قد حسم مواجهة الذهاب لصالحه بهدف دون رد ختم موجز أتى ساعة فاصل ورد حضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر